الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلها إذا رأى صاحب الرؤية أن التمساح يلاحقه في المنام علامة أن الشرطة سوف تلاحقه في الواقع والله أعلم كما تدل رؤية هجوم التمساح وتلاحق صاحب الرؤية علامة على الأفعال التي كان يرتكبها والتي كانت تخالف القانون والله أعلم رؤية أن التمساح يلاحق الشخص في المنام علامة على الجشع والخداع في حياته كثيرا والله أعلم من يرى في المنام أنه يجري من التمساح ويهرب منه علامة على وقوعه في يد الشرطة قريبا والله عز وجل أعلى وأعلم من يرى في المنام أن هناك تمساح يجري وراءه ويلاحقه علامة على السلبيات الأخلاقية لصاحب الرؤية والله أعلم حلم التمساح يجري خلف الشخص في المنام علامة على الأشياء الخطأ التي كان يقوم بها صاحب الرؤية والله أعلم من يرى في منامه أن هناك تمساح يجري وراءه علامة على المفاجآت الغير صر التي تحدث له والله أعلم حلم أجري أمام التمساح وهو يلاحق الشخص في المنام علامة على الضرر الذي يحدث له في الحياة والله أعلم عضت التمساح بشكل عام في المنام من الرؤية الغير محمودة والله أعلم تدل رؤية أن التمساح يلاحق الشخص ويعضه علامة على الأزية التي تحدث له هذه الأيام والله أعلم حلم التمساح يعض الشخص في المنام علامة على الاضطرابات في الحياة لصاحب الرؤية والله أعلم إذا رأى الشخص أن هناك تمساح يعضه علامة على بعض الأخطاء التي يقع فيها كثيرا هذه الأيام وعليه التوبة والأوبة والرجوع لله عز وجل والله أعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته